اهلا بكم هل لا تزال المرأة بحاجة فعلا إلى يوم الاحتفاء والاعتناء بها أم أن تخصيص يوم للمرأة في كل سنة هو انتقاص من قيمتها حسب بعض مبادئ الحركات النسوية أم أن هذا اليوم الثامن من مارس هو على الأقل للتذكير بأن البشرية ورغم تطورها الهائل في عدة مجالات لا تزال إلى الآن لم تحقق المساواة بين الرجل والمرأة وأن هناك نساء حتى في السويد وأوروبا بحاجة إلى حماية وبحاجة إلى نضال أكثر لكي يحصلوا على تكافؤ فرص ورواتب تتساوى مع نظرائهم الرجال في دول عديدة خاصة التي كانت ضمن المنظومة الاشتراكية يعتبر هذا اليوم الثامن من مارس عيدا رسميا وشعبيا أيضا منذ الصباح الباكر تشاهد معظم الرجال والشبان يحملون بقات الورود لنسائهم وهناك كلمة نساء لا تعني فقط الزوجة أو الصديقة بل أيضا تتلقى الأمهات والأخوات وزميلات العمل بقات الورود وحتى الهدايا في هذا اليوم أصبح هذا اليوم عيدا عالميا في عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة تحتفل به سنويا وأصبح يوم الثامن من مارس يوما للاحتفال بمستوى ارتقاء المرأة في المجتمع وتوليها المراكز السياسية والاقتصادية وبالنسبة لنا كمهاجرين ولاجئين وقادمين جدد وكجاليات شرقية عربية قد يعني هذا اليوم الثامن من مارس الكثير مما يجب علينا أن نظهره ونسعى إليه نحن نريد أن نمحي هذه الصورة النمطية عنا بأننا أو على الأقل بعضنا يضطهد المرأة ويسلبها حقوقها هذه الصورة غير الصحيحة طبعا قد تعززها تصرفات بعضنا ضمن ما يسمى مثلا جرائم الشرف والزواج القصري وزواج القاصرات وتعنيف المرأة إلى ما هنالك من تعبير هذه تصرفات وإن وجدت فيما بيننا لكنها غريبة عن المجموعة العامة التي ننتمي لها ومن المجحف أن تلتصق بنا جميعا جرائم الشرف على سبيل المثال ليست محصورة ضمن دين أو معتقد معين فعندما يضرب أو حتى يقتل رجل أوروبي أبيض زوجته أو صديقته تقول الصحافة أن دافع الجريمة هو الغيرة بينما يستخدم تعبير جريمة الشرف للأسف فقط على وصف تصرفات من ينتمي لنا نحن العرب أو الشرقيين واجبنا في هذا اليوم هو التذكير بالدفاع عن المرأة ليست لأنها جناح قاصر أو مخلوق ناعم بل لأن المرأة هي الزوجة والأم والأخت والابنة واجبنا أن نساهم بتصحيح الصور المغلوطة عن ما يروج ضدنا من صفات غريبة ومجحفة وبنفس الوقت لا أحد يطلب مننا أو نحن أصلا غيره ملزمين أو مضطرين إلى تغيير عاداتنا وتقاليدنا الجيدة ولا إلى تغيير قيامنا الدينية والأخلاقية حتى يرضى عنا المجتمع الجديد كما يتصور البعض المجتمع الجديد لا يطلب مننا أن نتخلى عن معتقداتنا ولكن يلزمنا بما يلزم به الجميع أي أن لا نخالف القوانين والقيم التي تأسس عليها هذا المجتمع فقط علينا أن ننبذ ما هو غلط وما هو مسيء بكل المفاهيم التي تشوه صورتنا خاصة بما يخص تعاملنا مع زوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا أي مع المرأة بمناسبة عيد المرأة العالمي من المهم التذكير أيضا بدور الرجل الرجل الذي وقف وساند ونادى وضحى من أجل نيل المرأة لحقوقها فليس صحيحا أن النساء هن فقط من قاد هذا الكفاح وللمفارقة أن هناك نساء وقفن على الجانب الآخر الذي نادى وينادي بإبقاء المرأة مجرد تابع لا تستحق إلا هذه المرتبة نوع آخر من النساء وهن بعداد ليست قليل للأسف كانوا أو لا يزالوا يجهلن أبسط الحقوق التي يجب أن يطالبوا بها وهذه حالة مريحة للرجل الذكوري المسيطر والمتصلت جهل المرأة بالحقوق التي يجب أن تطالب بها يقود أحيانا إلى حالة من الخنوع وأحيانا أخرى إلى حالات فردية من التمرد غير المجد والقائم على الانتقام من الرجل في أول فرصة سانحة هنا يجب أن نكون دقيقين جدا في التفريق بين تحريض المرأة المقموعة على التمرد من أجل الانتقام وبين التوعية وتنبيه المرأة والرجل على حد سواء على أهمية وجدوى معرفة معنى المساواة بين الجنسين ومعنى أن يحصل الإنسان على حريته بغض النظر إن كان رجلا أم امرأة وبمعنى أدق بغض النظر عن نوع الجنس مفهوم حرية المرأة يجب أن لا يختلط بمفاهيم لها علاقة بالشرف والأخلاق والعادات والتقاليد لأن هناك من يستغل هذه المفاهيم ويعتبرها مريحة له وسببا لاستغلال المرأة بهذا اليوم يوم المرأة العالمي نوجه تحية لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ولجميع نساء العالم ولا ننسى أن نوجه التحية أيضا للرجال المناصرين للمرأة ولحقوقها إلى اللقاء